اشتركوا في القناة وفي بعض المباريات عد عليها اكتر من 30 سنة 86 مثلا لو تفتكروا مباراة قبل نهاية الكاس الشباب الاهلي في موجة عتاولة الزمالك المباراة الشهيرة جدا والحقيقة يمكن عملنا امبارح انجاز زيها بس على مستوى اخر على مستوى عالمي امبارح رجالة الاهلي اجادوا عشان يأكدوا مرة تانية انه الاهلي بمن حضر ده مش مجرد شعار وان 11 راجل في الملعب ده مش مجرد هتاف وانه روح الفانيلا الخمرة اينما حضرت يكون ازهال ونتيجة مفاجأة للعالم كله العالم كله الحقيقة بيحتفل بانجاز النادي الاهلي ردود الافعال الحقيقة على كتير من الناس توقعت انه يكون فيه انهيار للنادي الاهلي في مباراة امبارح وكثير من المتربسين اللي كانوا منتظرين سقوط مدوي للنادي الاهلي في مباراة امبارح رجالة الاهلي خزلوهم مش بس سكتوا اي حد كان بينتقد او اي حد كان متربس لكن الحقيقة اجبروا الجميع على احترامهم الاداء الرجولي وخلي بالحضراتكم وانا هكلمكم بمنتهى الصراحة انا قبل المطش ده كنت حطت ايدي على القلبي لأسباب كتيرة جدا مش بس عشان الاهلي بيغيب عنه عشر لعيبة دولية عدة دوليين في الاهلي برسيتاو دولي جنوب افريقيا بدر بنون دولي المغرب لعيبة منتخب مصر اكرم توفيق محمد الشناوي ايمان اشرف عمر السلية حمدي فاتحي محمد شريف بالاضافة القايمة طويلة جدا من الاصابات واللي زاد الطيم بلا انه عمار اللي كنت حاسس انه ممكن يكون لي دور ويسنت خط النص كمان تصاب قبل المباراة ومحمد عبد المنعم طبعا عشان ما ننساش حسام حسن صلاح محسن محمد محمود وغيرهم فرقتين مش فرقة واحدة فرقة بالاحتياط بتاعها غايبة عن الفريق فطبيعي جدا كتير من الاهلوية وانا منهم بصراح كنت حاطت ايدي على قلب يبقول يارب بس الرجالة يعملوا ماتش يشرفونا فيه مش عايزين حاجة تانية يعملوا اللي عليهم وكفى وان شاء الله بإذن الله قادرين نعوط في البطولة اللي جاية لكن اللي شفتم بارح تسعين دقيقة ولا أجمل ولا أروع بالعكس كان ممكن نتيجة تزيد اللي زود من حلاوة إنجاز مبارح إنجاز منتخبنا الوطني بالوصول لنهاية أفريقيا ويمكن كتير من الاهلوية كانوا بيقولوا زي يلا معلش كاس العالم السندي يمكن ما يكون لناش فيه فرصة كبيرة أو حص كبير بس الحمد لله المنتخب فرحنا وعوضنا ووصل لنهاية أفريقيا وده تعويق كافي جدا لكل الاهلوية ولكل المصريين ولكن الحقيقة أبى رجالة الأهلي إلا أن هم يفرحون كمان وكمان وتبقى الفرحة مزدوجة يوم من أجمل وأسعد أيام الكرة المصرية منتخب مصر بيلعب في نهاية بطولة إفريقيا وندي الأهلي لقبل نهاية كاس العالم للأندية وبإذن الله بإذن الله قدامنا 180 دقيقة على مطشين المطش الأول النهاردة قدام السنغال ونتمنى بجد ما يروحش 120 دقيقة لأنه كان الله في عون لعبتنا خذوا بالحضراتكم إحنا لعبين 90 دقيقة زيادة عن فريق السنغال يعني أنت لعبت أكسرا تايم في مطش كود ديفار أكسرا تايم في مطش المغرب أكسرا تايم في مطش الكاميرون 90 دقيقة يعني مطش زيادة عن السنغال بالإضافة أن هم كمان مريحين يوم زيادة عنك يعني هم لعبين قبلك بيوم وبالتالي هم واخدين يوم راحة زيادة وبمناحية البدنية دعيبك كبير جدا لكن أنا متفائل جدا وكل ثقة في الرجال اللي قطعوا المشوار ده واللي طلعوا كود ديفار والمغرب والكاميران على التوالي قادرين إن شاء الله يطلعوا السنغال وبالمناسبة أنا إن شاء الله بإذن الله شايف أنه السنغال في المتناول فريق محترم وفيه لعبة كويسة وكل حاجة لكن منتخبنا الحقيقة عنده روح تكسر الدنيا وبإذن الله التمنى مصرية إن شاء الله بإذن الله النهار هنتكلم على مواجهة الأهلي بالميراس كلاكيت تاني مرة مباراة هتبقى ليها معايير ومقاييس مختلف خد بالك بالميراس اللي انت قابلته في كاس العالم السنة اللي فاتت غير بالميراس اللي انت هتقابله جاي وعرفك وليه طار باية عندك عايز يخلصوا منك وعايز يوصل المباراة النهائية لكن إن شاء الله مع انضمام اللعيبة الدولية وده هقوله لحضراتكم بالتفصيل النهاردة هي الخطوات والاستعدادات اللي بيتم ترتبها عشان لعيبة منتخب مصر بعد ما نتوج إن شاء الله بإذن الله بالنجمة التابعة هو النادي الوحيد الذي لم يبرم صفقات قبل بداية بطولة كاس العالم الأندية وهو النادي الوحيد اللي بيغيب عنده عنده 14 لعب أساسي وهو النادي الوحيد اللي توقفت المسابقات المحلية قبل بداية البطولة بفترة طويلة جدا ورغم كل الظروف الصعبة دي إلا إنه ظهر بشكله وبمقامه وبحجمه الطبيعي الكلام عن الأهل المصري وخليني زي ما قلتلكم قلتلكم عن تابع طبعا مباراة بالمراس أصعب بكتير من مباراة مونترين مكسيكي ليه الكلام ده لأنه طبعا مباراة سبي فاينا اللي أفوز بيها ببساطة شديدة جدا ضمن ليه مكان في النهاية وده حلمنا حلمنا دهب أو فضة السنة دي وبالتالي التسعين ديها الأولانية اللي بتفصلنا عن نتيجة جديدة لأهلي في كاسر العالم هي مواجهة بالمراس مع الأخذ في الاعتبار مواجهة النسخة الأخيرة من كاسر العالم الأندية وبالتالي أعتقد هتكون أصعب بكتير جدا من السنة اللي فاتت نتمنى إن شاء الله بإذن الله السباعي نادي الأهلي طبعا الموجود مع المنتخف في خمسة منهم حتى اللحظة جاهزين ونتمنى لهم بإذن الله السلامة بنتكلم على محمد عبد المنعم بنتكلم على أيمن أشرف بنتكلم على السلية وفتحي وبنتكلم على محمد شريف طبعا أكرم والشناوي برى الصورة ولكن في النهاية زي ما قلتلكوا الأهلي بيرتب عشان فور انتهاء لعبة الأهلي من مشاركة مع المنتخف في بطولة إفريقيا يتوجهوا مغشرة لأبو ظبي عشان يلحقوا ببعثة نادي الأهلي وبإذن الله يكونوا جاهزين لمواجهة بالمراس زميلنا أمير هشام موجود معنا من أبو ظبي ينقلنا الصورة ونقول مساء الخير يا أمير مساء الفل عليك يا أحمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان قبل بدخل في النهاردة وبكرة وبعد وعايز أتكلم معك شوية على مبارح أصداء الفوز العالمي ردود الأفعال الجماهير عملت إيه عندكم في أبو ظبي الحقيقة بعد الدور العظيم اللي قابوا بيه في ملعب المباراة هو فعلا زي ما أنت بتقول يا أحمد هو فوز عالمي لأن أنت بتلعب في بطولة عالمية وبظروف كانت صعبة جدا مش عايز أتكلم في الظروف كتير وإحنا أنا وأنت وكل الناس تكلموا في الظروف وجهها النادي الأهلي قبل انطلاقها زي البطولة سواء الظلم وقع عليه من الانتحاد الدولي لقراط القدم في موعد البطولة أو فيما يتعلق بإصابات كتير وجهها الفريق لكن بما أن سؤالك بيتعلق بمباراة الأمس والسعادة البالغة اللي كانت موجودة يعني كان واضح جدا على جماهير النادي الأهلي سعادتهم بعدما المباراة انتهت واللعيبة تحركت في تجاهها أو في طريق العودة لمقر الإقامة الخاص بيها بأبو ظبي وفجئنا أو الموصلنا هنا لأينا عدد من الجماهير بهتفات الأهلي المعروفة والمشهورة بتشجيع وتصفيق حار جدا جدا لكل عناصر الفريق جاسفاني ولعبين بفرحة وسعادة على وجههم بشكل كبير أو مش بس كده يا أحمد ده مبارح لكن النهاردة كمان الصبح والفريق راح التمرين كان الساعة 12 الدهر كان في عدد من الجمهور أيضا موجود يعني هم مستمرين كجمهور مستمرين شوية في الفرحة أو يعني شايفين أن كانت الظروف صعبة فالفوز كان جالي قوي فبيعبروا عن ساعدتهم الكبيرة بالفوز ده فجوم النهاردة طبعا يعني سقفوا للعيبة وقعدوا ينادوا على واحد واحد وقعدوا يقولوا هتفات النادي الأهلي ويعني بيحلموا بشكل أو بآخر في الوصول أو بالوصول للمباراة النهائية بإذن الله من خلال تخطي عقبة بالميرس وهو ده الأهم بالنسبة للجهاز الفاني واللعابين والكل بيفكر في الجزئية دي وأنا سعيد جدا وكل الناس مبسوطة أكيد بالكلام اللي أنت بتقوله وكل الناس متفهمة جدا ثقافة الأهلي ثقافة الانتصار وطوي أي صفحة سواء بإخفاق أو بانتصار والتركيز في ما هو قادم خلاص كل هنا مركز يا أحمد إزاي نعدي بالميرس إزاي نوصل لمرحلة وما وصلناهاش قبل كده ونوصل لنهائي كأس العالم عشان بإذن الله على أقل تقدير يكون معنا ميدالية فضية ما جبناهاش قبل كده إن شاء الله بإذن الله لكل يكون خليني أسألك يا أمير على موقف لعبة الأهلي الدولية اللي موجودة مع منتخب مصر خمسي المنتخب المفترض أنه يعني يكونوا موجودين بإذن الله معنا ويكونوا جاهزين للمشاركة في ماتشب المرأس المباراة تتلعب الساعة تسحب الليل النهاردة في الكاميرون بتوقيتنا في ملعب أوليمبي خليني أسألك على التحضير والترتيب اللي بيتم يعني اتخاذه دلوقتي عشان اللعيبة دي تنضم البعثة نادي الأهلي في أبوظبي هل فيه جديد؟ هل عندك معلومات فيما تعلق برحلة الفريق أو الدوليين من الكاميرون للإمارات؟ طبعاً طبعاً يا أحمد احنا متابعين الموقف ده بالشكل مكسف جداً لحظة بمجهود عظيم بيقوم به مسؤولي النادي الأهلي على مدار الساعات السابقة وعقب انتهاء مباراة الأمس مباشرةً وهو فيما يتعلق بالتنصيق مع خماسي الأهلي الدولي المتواجد مع منتخبنا الوطني اللي بنتمنى لهم طبعاً التوفيق في مباراة اليوم يا رب كلنا نفرح النهاردة بإذن الله مصر قبل أي شيء بنعشق مصر إن شاء الله يفرحونا رجالتنا اللي حيرجعوا بيها لسه ما تمش الاستقرار بالشكل النهائي على الطريقة اللي حيرجعوا بيها هتبقى عاملة إزاي لكن في اتصالات مكسفة محاولات مكسفة في محاولة عودتهم فأسرع وقت عشان ينضموا للمجموعة ويتم تحضيرهم لمباراة بالمرس بعد بكرة في الحقيقة المباراة بعد بكرة الوقت دايق والأهلي لعب مبارح ففي شغل كتير بيتعامل على المستوى الزهني والنفسي والبدني كمان وعمليات استشفاء مكسفة بالنسبة للعبين والمجموعة بالتالي برضو اللعبة اللي موجودة مع منتخب مصر أكيد هيكونوا مجهدين رب بس بإذن الله ما حدش فيه متعرض لإصابة كل المنتخب كله بس يجبوننا البطولة إن شاء الله بإذن الله فالمحاولات لسه ما تمش الاستقرار على الشكل النهائي اللي حيجوا بيه لكن المحاولات مستمرة الأمور ماشية بشكل جيد متابعة مكسفة من مسؤولين هنا على البعثة مهندس خليد مرتاجي رئيس بعثة النادي الأهلي بالتواصل مع الكابتن محمود الخطيب الأستاذ العمري فاروق يعني محاولات كتير جدا ومتابعة للموقف وكان فيه تأكيد بالمناسبة من الكابتن سيد عبدالحفيز على عمر السلية ومحمد الشناوي إن بعد المباراة مباشرة تخلص بإذن الله على خير النهاردة مع السنغال التلفونات تتفتح مباشرة عشان ننصك بشكل إنهائي بالشكل اللي حيرجعوا بيه وده تأكيد من الكابتن سيد عبدالحفيز مع لعاب النادي الأهلي هناك وده أمر مهم خليني كمان بالمناسبة يا أحمد أقولك أن في اللحظات دي وأنا أتكلم معاك موعد العشاء بالنسبة للفرقة كلها كله نزل ياخد واجبة العشاء الخاصة به وبعد كده كل واحد هيروح لقطه عشان يتم التحضير بقى لمشاهدة مباراة مصر والسنغال الكل هنا كمان متراكب هذه المباراة الكل يعني بيدعي لمنتخبنا الوطني يعني اللعيبة نفسهم اسمح لي أمير سؤال أخير سريعا عشان الواقع عايز أعرف منك بالنسبة لملف الإصابات هل في حالة أو اسم من اللعيبة يعني الرابط أو ممكن تكون موجودة معنا في ماتش بالمراس يعني حسام حسن أنت كنت طمنتنا عليه يمكن في آخر رسالة ظهرت معنا فيها كلمنا على لأن حسام حالته بتستجيب وبيتطور هل ممكن حسام حسن يبقى جاهز برسيتاو بعيد أعتقد يعني صعب يخش في الحسابات ملف الإصابات في حاجة تتغير قبل ما تشفى المراس ولا لأ طيب خلينا أقول لك يا أحمد حسام حسن يعني بيتحسن بشكل مميز جدا لكن هو قريدي مش موجود في قائمة الأهل في كاس العالم تم استبعاده عشان ما كانش هيكون جاهز بالنسبة 100% حتى على موعد آخر مباراة للنادي الأهلي في البطولة فتم تفضيل يعني أن ما يكونش موجود في القائمة عشان ما ياخدش مكانه هو مش جاهز بالنسبة 100% والأهلي مش هيلعب حد مش جاهز بالنسبة 100% لكن هو برنامجه العلاجي بشكل مميز ويقوم بتدريبات تأهلية بشكل أكثر من رائع في تدريبات النادي الأهلي وبالمناسبة نهاردة شارك في جزء كبير جدا جدا من المران أو المران كله كمان مش جزء بس محمد محمود شفية تماما من إصابة العضل الخفية بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لكن هو أيضا مش متواجد في قائمة النادي الأهلي الخاصة بطولة كاس العالم للأندياء برسيتاو طبعا بعيد خالص برسيتاو موجود هنا مع البحث عشان يتمه متابعة حالته أول بأول بيقوم بعض التدريبات التأهلية دايما في الجيم مش بيروح التدريبات النادي الأهلي خالص خالص ولا الملعب التدريب بيبدل موجود هنا وبيبقى فيه متابعة لتدريباته في صالة الجيم عشان يبقى موقفين على حالته لحظة بلحظة لأنه هو عنصر مهم هنحتاجه فيما بعد كاس العالم بإذن الله ده فيما يتعلق بالإصابات يعني نتمنى كمان بتوع منتخم مصر إن شاء الله استعدادة الأهلي لمواجهة بالمراس المباراة المنتظرة بالنسبة لكل جماهير الكورة المصرية بما أنه الأهلي بيمثل مصر وجماهير الكورة الأفريقية بما أنه الأهلي بيمثل أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله تكون فرحة مزدوجة بتتويج المنتخب النهاردة ببطولة أمم أفريقيا النجمة التامنة إن شاء الله والأهلي إن شاء الله بوصوله للمباراة النهاية بإذن الله إن شاء الله قادرين نوصل ونلاعب أعتقد شلسي يعني هيكون هو المرشح المفضل يعني دايما بطل أوروبا بيكون ليه حظوظ كبيرة جدا خليني أطمن حضراتكم على منتخبنا النهاردة مباراة صعبة بكل المقاييس للأسف شديد جدا أنا بتهالي كمان غياب عمر كمان عبد الواحد هيصعب شوية من مهمة المنتخب أنت بتلعب تقريبا النهاردة من غير باك يمين وده سؤال حقيقة يمكن هسأله الكابتن شريف عبد المنعم النهاردة لأنه نجب كبير وصحب شوار طويل في الكرة هل الموقف تعرضنا له قبل كده دولة بحجم مصر ببطولاتها بأنديتها بقطاعات نشئينها بمدارس الكرة بأكاديميات الكرة اللي فتحة في كل حتة النهاردة ما فيهاش باك يمين سيبك من قصة اختيار اختيارات كيروش لكن تعال بص مين اللي بيلعب مين اللي بيطم من النهاردة المصريين في حتة الباك يمين في المنتخب كان أكرم توفيق صاب كان عمر كمال عبد الواحد جاله انظارين ففجأة ما بقاش عندك باك يمين بص كده حواليك في الكاميرون وهنا الباك يمين والباك الشمال فاتوح عامل طبعا ولد هايل بصراحة وليه مستقبل كبير وآمن أشرف بنعبها وبنتسند عليه لما بنحتاجه لكن باك يمين باك شمال مصر محتاجة النركزين دول علامة استفهام كبيرة جدا بالمناسبة دكتور أحمد أبو عابلة طبيب الفريق يمكن أعلن عن استخدام تكنولوجيا جديدة في فكرة التعامل مع ملف الإصابات والحقيقة يمكن حضراتكم عارفين انه الفترة الأخيرة ويمكن شوفنا ده ظهر بشكل واضح جدا في البطولة الأخيرة بتاعت طبعا بطولة أمم أفريقيا حجم الإصابات غير طبيعي ويمكن احنا عدينا بموسمين صعبين جدا الفترة الأخيرة يمكن ده يعتبر تالت موسم اللعيبة بتدخل فيه بدون راحة التزامات مع منتخبات الأولمبي والأول الالتزامات مع الأندية على مستوى أفريقيا وعلى مستوى البطولات المحلية الالتزامات مع الأندية على مستوى كاس العالم مثلا بطولة الحقيقة يمكن أهلي بشارك فيها لتاني سنة على التوالي وفوز الأهلي ببطولات أفريقيا خليه دايما يكمل المشوار للآخر وخليه كمان يبقى مرتبط ببطولة كاس سوبر فأنت بتلعب كم مباريات في آخر السنتين ما أعتقدش أنه حصل قبل كده يعني ما شفتش في التاريخ هذا الكم الكبير من الالتزامات والارتباطات لعبة النادي الأهلي وبالتالي ده متطلب أنك تتعامل مع ملف الإصابات بشكل مختلف وده اللي بيخلي الحقيقة يمكن التكنولوجيا الجديدة اللي هي الجي أن أس أس دي تكنولوجيا جديدة دخلت النادي الأهلي عشان تكون يعني متعلقة بالقياسات البدنية اللعبة الفريق بداية من الميران الجماعي اللي اتعامل النهاردة في ملعب الكريكت في أبو ظابيا في الإمارات وده يمكن لظاهر يمكن حضراتكم شايفينه هتشوفوه ظاهر قدامكم على الشاشة طيب خليني أروح للحقيقة كمان مطش النهاردة اللي يعني متعقع أنه يشهد بعض التغيير في تشكيلة منتخب مصر علامة الاستفهام الأولى كانت بك اليمين طبعا عمر كمال اللي خد انزار تاني في مباراة الكاميرون حرمه من المشاركة النهاردة فبالتالي حجازي عندك عندك الشناوي عندك أكرم وعندك كمان عمر كمال عبدالواحد برا التشكيل وأغلب الظن أنه هيعتمد على إمام عشور اللي اديه شوية في مباراة الكاميرون ونتمنى ان شاء الله بإذن الله أنه يقدر يسد مكان أكرم ومكان عمر كمال عبدالواحد عشان ما يبقاش عندنا مشكلة في الحتة اللي بيلعب فيها مين؟ مانيه مانيه صلاح صلاح مانيه مواجهة وكلاكات أول مرة قبل المواجهتين طبعا المنتظرتين في بطولة كاس العالم للأنديه نروح مع حضراتكم احتفالات صحف جنوب إفريقيا طبعا الرجل كل ما بيحاها إنجاز جنوب إفريقيا على طول ماشي وراء بيتسو موسيماني تحتفل به والحقيقة أن الرجل حقيقة عمل جيم كبير جدا مبارا حدش يقدر كان يلومه أبدا في حالة لقدر لأنه خسر المباراة دي محدش كان يقدر يقول بيتسو موسيماني إزاي تخسر مبارتك في مشوار كأس العالم لكن حقيقة قلت لكم تصريحاته وقلت لكم إنه أكتر حاجة بتميز موسيماني يعني دي وجهة نظر موضوع نزبي في الأول والآخر بس نشوف حاجة من أفضل حاجات فيه كمدير فني قدرته على إراية الخص وإنه يرسم سيناريو واحد سيناريو واحد لما قبل بداية المباراة إزاي هنتعامل مع الفريق ده ويتعامل كمان مع طبيعة المواجهة ولم يخفق لم يخفق موسيماني في أي مواجهة كبرى دخلها النادي الأهلي في أي بطولة كبرى دخلها النادي الأهلي باستثناء مباراة وحيدة فقط كانت مباراة بايا ميونيخ وبردوف دي ما كانش حد يقدر يلومه نشوف مع حضراتكم كده بعض الصحف في جنوب أفريقيا اللي اتكلمت على موسيماني والبداية مع موقع كيكاف اللي كتب أنه بيتسو موسيماني يعود مع الأهلي للوصول لدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم التايمز كتبت فاز الأهلي بقيادة بيتسو على مونتراي ليبلغ نصف نهائي كأس العالم للأنديا يمكن زي ما حضراتكم شايفين دي التايمز بيتسوز ويكاند أهلي بيت مونتراي لتصل 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 كلاب وولد كوب سامي سامي فاينال لدور قبل النهائي نروح بعد كده كيكاف زي ما قلتلكم الحقيقة كله سكر لدومة قالت أن بيتسو بيقود الأهلي من نصف نهائي مونديال الأندية كل صحف جنوب أفريقيا الحقيقة ومش بس صحف جنوب أفريقي يعني أغلب صحف العالم لجرزيتها دالو سبورت اتكلمت على فوز النادي الأهلي فوز كان ملفت جدا وأغلب الصحف حتى صحف المكسيك نفسها وهي بتتكلم على المباراة قالت أنه الأهلي بيغيب عنه 14 لعب أساسي ورغم كده استطاع أنه يقصي فريق مونتري بطل الكونكاكاف وبطل المكسيكي من بطولة كاس العالم ويتأهل الدور قبل النهائي فيه ناس كتبت في المكسيك برضو قال مأساة على خروج مونتري أمام شباب الأهلي ونجوموا الحقيقة اللي تقلقوا مباراة ردود أفعال عالمية أسئل أسبانية احتفلت بالأهلي وفوزوا على مونتري قال المكسيكي ووصوله برضو لدور قبل النهائي ويمكن أنه جزء من تصريحات بيتسو موسيماني الحقيقة قد علمت استفهم أنا طرحتها قبل كده قلت أنه ظلم شديد جدا أنك أنت توصل بطل أمريكا الجنوبية وديأس الأسبانية طبعا الأهلي بيت مونتري للأهلي يهزم مونتري عشان يضرب معاد في دور قبل النهائي لبطولة كاس العالم ضد برازيل البرازيلي وكان تساؤل بيتسو بمناسبة بالمراسة الحقيقة منطقي وأنا كنت طرحته قبل كده مع حضراتكم في السادسة وعلى الفيفا بقى أنه يعني يبصوا للأمور بشكل مختلف صحيح أنه النسخة اللي جاية من كاس العالم ممكن تبقى مختلفة عن الشكل التقليدي اللي تعودنا عليه وممكن تبقى بمشاركة 24 نادي لكن الفكرة أنك أنت ليه دايماً بتوصل بطل أمريكا الجنوبية أنه نفسه الأهلي هو اللي تخطى بالمراس وحق البرونزية في النسخة الأخيرة لحضراتكم شايفينهم دول دول لعيبة بالمراس بعد وصولهم لأبو ظبي بيتمرنوا في الجيم وطبعاً زي ما قلت لكم هيكون لقاء صعب جداً جداً يعزز من قدراتنا إن شاء الله انضمام الدوليين أنا مشفق عليهم الحقيقة يعني لعيبة الأهلي الدولي عبد المنعم فتحي سلية شريف أيمن أشرف يعني واجدين علقة في الكاميرا يعني لعبين كمية ماتشاط في فترة التي تتجاوز إيه عشرين يوم أو خمسة أو عشرين يوم رهيبة لو بصيت لعدد الدقائق بتتكلم على إنه لعبتنا لعبة أو هيكونوا لعبين حوالي ثمان ماتشاط قبل ما يوصلوا لبطولة كسر عالم في أبو ظبي مع طبعاً يعني متاعب السفر رحلة طويلة جداً لكن إن شاء الله بإذن الله يكونوا إضافة ويكونوا أوراق مهمة جداً في مواجهة قبل النهائي في يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله في كاس العالم للآن دقيقة هيكون معنا جايسون كابا واحد من نجوم بالميراس السابقين هيكون ضفنا في السادسة من خلال يعني نتواصل معاه في السادسة بس اسمحوا لنا قبل ما نكلمه ونسمع رأيه في المواجهة المنتظرة نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم كانت بكل معاني الكلمة أجمل مباراة لعبها الأهلي في كل مشاركاته في بطولة كاس عام اندية وبالمناسبة ماتش مبارح خلى الأهلي وصاحب رقم قياسي على جميع أندية العالم في عدد المباريات اللي لعبها في بطولة كاس عام اندية وصلنا للرقم 16 وبإذن الله فيه 17 وبإذن الله بعده 18 وكلها مشاركات مضمونة بإذن الله نتمنىها بس تكون قبل النهاية بالميراس والمباراة اللي بعدها يا السلام لو بقت النهاي تبقى كده يعني زي ما بيقوله تعشت خلينا نرحب بنجم بالميراس البرازيلي وفنرباشة التوركي السابق جيلسون كابا هيكون ضفنا هنتواصل معاهم خلال اللي تصل هاتفي بداية بشكرك على مشاركتك معنا وأهلا بك على شاشة الأهلي حانا سعيد جدا بتواجهدي في خناة الأهلي بداية عايز أعرف رأيك في مواتشن بادا تابعة المباراة اللي جمعت بين الأهلي ومونتري ورأيك في مستوى النادي الأهلي وظهوره المميز في مباراة وليفتتحية فريق قوي فريق منافس بشكل كبير فريق ممتاز وفريق مونتري برضو كان عنده بعض الفرص بس ما قدرش يسجل الهدف اللي كان يكون حاسم لي في المباراة والأهلي كان عنده فرص وقدر يستغلها لذلك فاز بالمباراة فكان مباراة مهمة جدا للأهلي فريق كبير عنده عادات وتقاليد وفريق برضو المكسيكي كان فريق قوي ودلوقتي بالميراس عنده الفرص أنه يلعب أمام الأهلي وأتمنى أنها تكون مباراة جيدة كمان من بالميراس أمام الأهلي كلاكت تاني مرة في نسختين متتاليتين الأهلي يواجه بالميراس من وجهة نظرك إزاي يكون سيناريو المواجهة المنتظرة يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله أعتقد أن بالميراس محضر نفسه بشكل جيد جدا بالميراس يقدر يقدر يقدم أفضل مما قدم الأعمال الماضي كان عنده بعض الفرص السنة الفاتت وما قدرش يستغل لها فأعتقد السنة دي هو بيشتغل بتحضير جيد جدا عشان يقدر يقدر يقدم مباراة كبيرة بإذن الله عايزة أتكلم معك عن سكواد بارميراس يعني طبعا بطل برازيل له كل الاحترام بطل أمريكا الجنوبية لكن أتكلم معك شوية عن سكواد بارميراس هل في تغييرات كبيرة ترأت على تشكيلة الفريق عن السكواد الذي ظهر في بطولة كاسة العالم الأندية الأخيرة ولا تقريبا هي نفس العناصر اللي هتلعب ماتشو الأربع أهم شيء لعيب مهم جدا اسمه دودو رجع تاني لبالميراس وهم أحد أهم اللعيبة لعيب عنده خبرة كبيرة بس أنا مؤمن بشكل كبير جدا بالمجموعة لأن عندهم حارس مارما متخب برازيل وعندهم جوستافو جوميز أحد أفضل المدافعين بيلعب بشكل جيد جدا عندهم وسط ملعب بشكل لعيبين على مستوى عالي جدا بوسط الملعب فأنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا في الفريق مجموعة عندهم لعيبة مميزين جيدين بس أعتقد أكبر تعاقد كان للفريق هو عودة دودور للفريق طيب هل الفريق الموجود في أبو ظبي حاليا هيعاني من أي غيابات أو بيعاني من أي إصابات هتبنعهم من المشاركة مع الفريق في البطولة اللعيب الوحيد اللعيب الوحيد اللعيب الوحيد اللعيب الوحيد اللعيب الوحيد هو فيليبي ميلو ورح في لومنينسي المواجهة 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 ما قلت قبل كده أن بالميرس محضر نفسه بشكل جيد جدا وأتمنى أنه يفوز بالمباراة مع كل الاحترام لفريق الأهلي بس أعتقد المرة دي بالميرس هيقدر يفاجئ الأهلي بشكل كبير جيسون كابا نجم طبعا بالميرس السابق بشكرك شكرا جزيلا خليني أقول لحضراتكم أنه كمان هو أتكلم على دودول الصفقة الجديدة اللي انضمت للفريق دودودة لو حضراتكم تتذكروا فريق الدحيل القطري اللي كنا قابلنا في افتحات كسر عالم الأندية في النسخة الأخيرة هو نفس اللعب اللي كان بيلعب للدحيل انتقل لبلميرس فبالتالي هو مش جديد علينا ويمكن يكون هو زي ما قال جيسون كابا هو الصفقة الأهم يعني الصفقات التانية ما هيش بنفس القوة أو ما هيش مؤسرة بشكل كبير فليبي ميلو دا كان قائد الفريق وطبعا الدولي البرازيلي اللي ضيع ضربة الجزاء اللي فوزنا بيها بالميدالية البرونزية وبالتالي دا الغياب الوحيد عن نسخة بارميرس السندي خلينا أقول لحضراتكم بقى أن أنا هتكلم على مطشو مصر طبعا مطشو مصر والسنغال النهاردة ملناش كلام غير على نهائي أمم أفريقيا وبالتأكيد طبعا مواجهة الأهلي وبالمرس هتكون حضرة مع نجم كبير هو شريف عبد المنعم ضيفنا فيه السادسة بس هسيبكم الأول تعالوا نروح كده بسرعة على البونز ليجا جيب لكم مطش بقى في السنين الأخيرة أو السنوات الأخيرة من المطشاط المنتظرة في البونز ليجا لما لايبزيج لعب باير ميونيخ بتبقى مباراة من المطشاط التقيلة في الدوري الألماني مباراة الحقيقة كانت يعني ماشية سجال بين الفرقتين توماس مولر نجح أنه من متابعة نكحة لتصويبة أو تزديدة ليفاندوفسكي أن يحط هدف أول لباير ميونيخ لكن لايبزيج الحقيقة وكعدته دائما من الفرق اللي ما بتستسلمش قدر بعدها الحقيقة وبعد وقت قليل جدا أنه يحرز هدف ده أندري سيلفا طبعا اللي سجل الهدف الأول لباير للايبزيج في الشيباك طبعا باير ميونيخ بعدها على طول قدر كينجز دي كومن الحقيقة بتمريرة رائعة الحقيقة أنه يعمل كرة أو أسست هاي لليفاندوفسكي اللي قبلها بمنتهى الشيك بمنتهى الروعة يعني بيحط جوانسينيه بصراحة ليفاندوفسكي مش أي جونو خلاص كرة بدربة رأس يمكن ما عادش يمكن حوالي ثلاثة أو أربع دقايق بعد بداية الشوط التاني يتمكن الحقيقة لليبزيج برضو من تعديل النتيجة عشان تصبح نتيجة اتنين اتنين إصرار كبير جدا من لليبزيج في المباراة دي ولكن للأسف يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نيران صديقة قطأ فادح الحقيقة من مدافع لليبزيج يخلي الهدف التالت طبعا مش قصده يعني تدرش تلومه بصراحة وعمل تاكلينج بيحاول يمنع العرضية لكن الكرة خبطت فيه في نفس الوقت اللي خرج فيه حارس المرمى عشان الكرة تسكن ونقل شباك وتنتهي المباراة بفوز باير ميونيخ على لليبزيج بنتيجة تلاتة اتنين مصر السنغال الأهلي بولميراس مع كابتن شريف عبد الملعن ضفنا في السادسة بس بعد الفاصل سيبك من كل الأرقام يعني الأرقام دي تاخدها كده من هنا وطلحها من هنا أثبت رجالة مصر سقوة في المنتخب أو في النادي الأهلي أنه لا الكرة بتتحسب بالأسماء ولا بتتحسب بالقيبة التسويقية ولا بتتحسب باسم الأندية اللي انت بتلعب لها في النهاية مباراة تسعين دي عزين حداشر راجل في الملعب ده اللي حصل في كل مباراة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا وده اللي حصل من رجالتنا مبارح في ملعب أبو ظبي في بطولة كاس العلم للأندية رغم انحياز الفيفا أو خلينا أقول أنه الفيفا كان الحقيقة غير عادل في تحديد توقيت بطولة كاس العلم للأندية وفي نفس الوقت كمان في فكرة عدم لعب الأهلي لمباراة دور قبل النهائي مباشرة وللأ وإحنا أصحاب برونزية النسخة الأخيرة إزاي بالمراس يلعب مباراة دور قبل النهائي مباشرة الأهلي يلعب دور قبله تمهيدي لكن في جميع الأحوال المصري لما بيعوش شيء ويصمم عليه يعني يعمل المستحيل خلينا نحتفل بفوز الأهلي على مونتري ونتكلم على موجة بالمراس وبالتأكيد طبعا المباراة الأهم مباراة المصري والسنغال النهائي النهائي الكن هتكون حضرة مع نجم كبير طبعا من نجوم النهائي الأهلي بيسعد دايما ويشرفنا في السادسة ونسعد دايما موجوده كابتن شريف عبد المنعم سأخيري كابتن شريف مصل الخير وأنا اللي بسعب نnalITTًا بقى معكم ننور الدنيا دايما والله ننور الدنيا في دعوة بلابي دايل منور الدنيا مبروك سعيدنا مبروك لك ومروك لكل الأهلوية لا أول حاجة مهمة جدا يعني كابتن شريف عبد المنعم في الكواليز كابتن شريف عبد المنعم هو من النس الألائلة جدا اللي كان في ناس توقع الثوز لكن هو كان واصق جدا جدا بشكل عدهشني أنا شخصيا من الأهل يكسب مطش مبارح مضبوط ولا يا كابتن شريف والله الحقيقة زي ما لعيبك أنا حتى قلتلك بتبالغ أنت شوية يا كابتن شريف لا ما فيش مبالغة ولا أي حاجة هو زي ما اللعيبة استحضرت شخصية البطل فإنت لازم أنت بتتكلم عن اللعيبة وبتتكلم عن إنجازات اللعيبة وبتتكلم على بطل أفريقيا في بطولة عندك كاسي العالم اللي هو يعتبر دلوقتي بعد فوز مبارح أكتر فريق حيبو مشترك في البطولة دي كمان 16 مرة بإنجازات بكل اللي فيها ده الإحساس اللي بخلينا إحنا بنتكلم عن فرقتنا بس الظروف كانت صعبة قوي المرات الظروف عشان كده قصة مش متعلقة بالمنافس بس قصة كمان متعلقة بظروفنا إحنا قلنا الكلام ده إحنا رغم الظروف اللي إحنا فيها ورغم الظروف اللي إحنا بمر فيها ورغم الظروف اللي إحنا صدرنا حتى من ماشاء الله المنتخب أي نعم ماشي زي بالروح اللي هي نفس الروح اللي لعبنا بها توازي الشكل والنجاح في الحتتين إن شاء الله تجلل النهاردة إن شاء الله بإذن الله بالفوز بإذن الله بالبطولة عايز أقول لك نفس الإحساس بنفس الشكل اللعيبة عندها هيبة عيبة نادي الألي عندها اسم كبير قوي بتحافظ عليه جميع المحللين وجميع القائمين على مؤسسة نادي الألي صدروا لهم صدروا لهم إنك أنت النهاردة تقدر تصنع تاريخ جديد وتقدر تصنع لنفسك مكانة في بطولة زي دي مش كل يوم أنت بتكون موجود في كاس عالم مش كل يوم أنت بطل أبطال أفريقيا مش كل يوم أنت الدنيا بتديلك بهذا الشكل وتلعب في مدينة جميلة اللي إحنا بناعتبرها المدينة الثانية بتاعتنا اللي هي الإمارات الحقيقة طبعا بالجميع توفير الحب اللي موجود عندهم الجمهور اللي كان حضر المرأة الجمهور العظيم اللي أنا استمدت فوزي وأنا بقول حنكسب وأصرت حنكسب دي من رهانك عليه من الجمهور إن الجمهور هيحتضنني وجمهور هيحركني وجمهور هيخليني ألعب قد ما أنا بلعب عشر وخمستاشر مرة لو تشوف وليد سليمان في آخر كرة بيتزحلع وممكن يتصاب فيها جامد جدا ولا أهمه وأعايز يجيب جول الرغبة الرغبة اللي هي رغبة الإسم رغبة التواهج رغبة المصدرات لهم من جميع الناس اللي معاهم مجلس إدارة رأسهم كابت الخطيب طيب والعيبة كلها متكتفة حتى بالحضرتك تفضلت وقلت عليه النواكس طيب عدم وجود الشكل والتشكيل الكاملة أنا بحسابات الوراء والألم اللي توقعته شيء واللي شفته على عرض الملعب شيء تاني خالص وهقول لك الحسابات مش بس الغيابات كمان يعني الكلام مش بس الغيابات أنا قلت أن الأهلي عنده فريق تاني حتى معوجود الدوليين حتى لما كانت تونس مكملة ومالي مكملة والمغرب مكملة قلت أن اللي موجودين في الأهلي فريق قادر أنه يعمل بطولة كويسة فضل الأولاد الزغارين ما دولكش الإحساس ده كمان أنا معاك أنا متفق معاك تاني يعني بس كاس العالم متعرف أنه ليفل تاني خبرة تانية ليفل تاني وخبرة ورهبة تانية يعني لعيب يعني مغربي مبارح أنا بصراحة كنت مصفق عليه جد الولد زي ما بيقولوا كده من الضر النار يعني تعال ألعب في كاس العالم قدام مونتريل مكسيكا آه بس مفهومي أنك أنت تشركه في بطولة في مصر قدام برضو لعيبة الأندية في مصر مستهالين اللعيبة بتاعتنا أنها توقف وتبقى نمرة واحد في البطولة أنه الناس بتلهس وراها أنها تتعادل معاها أو أنت بتتغلب وبتترجع تدعى وبتجيب ضربات جزاء وبتروح منك عملت خبرة في الشهر اللي فات دا للولاد الزغارين قرر دي الخبرة موجودة اللي عبتنا اللي هي موجودة بل اللي إحنا حصل لنا نقص عددي كمان في البطولة دي في مباراة حصل لنا أكثر من 3 أ4 أصيبوا إنما الحالة التعودها في حارس المرمى التجهيز النفسي تجهيز النفسي والمعنى والعلي لطفي والشوبير كويس وللولد حمزة دا اللي خلاني أنا والله شايف الحياة جميلة الحياة كاملة الحياة ما فيش أي حاجة غير أن أنا أدي شخصية الأهلي وقود شخصية أنا الشخصية اللي تخليني أشاور عليك وأقول زي ما احنا كلنا ابتدينا يعني كلنا ابتدينا ازاي بنفس الشكل بنفس الفرص بنفس البطولات فكتب أتمنى أن الحظ يواجبنا والولاد يؤدوا كل ما عليهم ودي بتاعة ربنا في الآخر فربنا ادينا العياة وفخولوا أعمالوا في سهر الله عملكم رسوله المؤمن صحيح فده اللي حصل في المنتخب مصر ومع ولادنا وبأكد لك تاني إن شاء الله هتكسب بالميرس بالروح بقى المرات اللي اللي الولاد جربوها وشافوها وشافوه المحكاة سهلة جدا إنك انت تطلع الكرة اللي عندك وتروح ناحية تانية وتقل من البصات اللي هي فيها عدم سكة يعني في بصات بتبخص بنا عندك حمل سكة هي اللي بتعمل عليك الكنتر التاكل اللي بيعملك المشاكل في الموتش في حاجة شفتها قبل ما تكلم على الإيجابات وهي كثير مبارح بس في حاجة شفتها مع جبتكش في موتش مبارح أو محتاجين يشتغل عليها قبل موتش في المراس هليس إيلك عليها دلوقتي السكة في الباص التحركات للعيب يعني أنا لو تحركت انتهت أي فرقة معي علي معلول ده لسه خارج من إصابة وربنا ديله صحة وكل من ده إزاي بيعمل الوان تو ده وإزاي بيأخذ الريسيفين بتاع بيستلم وإزاي بيعمل العرضية دي وإزاي تلاتة أربعة في الكرة التانية موجودين وإزاي أنت بيجي لك الكرة مستنيها محمد هاني رغم غياب رص حربة صريح يعني ولا تحس إنه مفيش رص حربة اللمسة الأخيرة ما أليتكش شوان عبدالأدر جوه وطاهر جوه وحتى وليد سليمان جوه بيستقبل العرضيات أنت عايز إيه غير النعيب يستقبل لك ويشاور لك ويتحرك لك عايز حدي يسجل بدري أنا بيتهقلي كرة عبدالأدر ومن بعدها كرة طاهر لو كان وجوم بدري المطش ده كان بقى لو كان وجوم بدري كان بقى هيفي سكور كان بقى سكور تاني فالف اللي إنتوا قلت وعليها أنا مهزنيش لقى أنا ماهزنيش لقى أنا أنا ماهزنيش لقى أنا أقولك أنا ماهزنيش بس هيا فرقة محترمة فرقة جامدة وسريعة وتقدر تكسبها لحدًا بس أنا ماهزنيش الاسم بالعكس أنا زي ما أنت تفضلت وقلت برضو أنا ليه ما بلعبش أنا مدايقاني الحكاية دي سيمي فينا على طول وأنا الأكثر وأنا الأكثر مشاركة في حاجات ربك بينصورك عليها خدت بالك من غير الدنيا ما تاخدش بالك ربنا هو اللي بينصورك لأن ده حقك زي الحكام اللي بيحكمونا في أيو في أفريقيا ربنا اللي بينصورك مش الحكام كلهم والله في حكامك يعني أنا فيكتور جوميز ده أتمنى له يحكم لي كل مطش مصطفى غرباء لنفس الحكاية مصطفى غرباء لنفس الرجل بيقدي المهمة ردوان جيد المغربية بصراحة بيقدي المهمة للمهمة نفسها لا فيش أسماء أو فيه دوافع أو فيه شخصانة لأي حاجة لما تونس اتغلبت كنا بنفرح لما المغرب بتكسب زينا جداً على الجزائر صاحبة البطولة ومش ممكن اللعبة دي كانت تخرج كده صحيح هرجع أكمل نقطتين كمان في الأهلي ومونتري وأخدك كمان للأهلي وبرميرات سريعة عشان ما أفتح بقى مصر وسنغال ورؤيتك لمباراة النهاردة مواجهة صعبة ولا إيه جداً جداً حقيقة خلينا نسمع رأي كابتن شريف عبد المنعم بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم هاني 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 علامي هو هاني ما بتتسلحش نفسه لا أفكاس العالم هاني ومعلول ومعلول وانتو ده شغل ده المعلق الأسباني طبعاً يعني أنت تحس أنه هو على غير بيقول على غير متوقع أن أهلي بيتقدم عن طريق محمد هاني لا الحقيقة كورة في الملعب بتتلايب أنت عندك خمس ستة فرص تقدر تجيب الجوال هم عندهم فرصة أو اتنين من قرق التمنتاشر نحن يمكن من جوة طلح علي لطفي علي لطفي والباقي كله منورات الباقي كله أنت كمان يعني مفاجئنا بال طب أنا زي الأسباني ده معنا لقطة تانية بس المكسيكي بقى نشوفوا ده المكسيكي على تليبي اللي كان موجود في الاستادن باق ده عدليبي يبكت تعالوا نشوف معلق كامونتري على المباراة رد فعله إيه بعد فز النادي الأهلي تعالوا نشوفوا روزي قرق التمنتاشر ومعطي التمنتاشر يتمنع طرح في النبات المورطة ونشوفوا التمكيّن مع منزل التمنتاشر كنسيون الخافية منحترام التمنتاشر بالتمنتاشر المنطقة من مكسينا هم منشوفوا التعليقات من السلطرة أتبع في المنزل لا يستطيع أن أكون في المنزل في المنزل أنا أشعر فأنا أشعر فأنا أشعر فأنا أشعر أشعر لا أستطيع أن أضع موضوع طبعا لا تحتاج الترجمة كفية جدا جدا نحن مكتبين الترجمة تحت بسوا الرجل يعني مش محتاجين حتى نقل الرجل خرج يعني خرج من هدومه كل طبعا هجومه على في المقام الأول خفير أجري مطالبته لي بالرحيل وهجوم كبير على اللاعبين وقال لهم أنتوا خزلتوا جماهركم الملايين اللي بتتبعكم ورا الشاشات والجماعيين اللي جات وراكم من المكسيك عشان تتبعكم في بطولة كاس العالم وتبعدكم من المدرجات وده طبعا رد فعل يعني هي جميل بالمناسبة ثابت سوفينير كده الأجري على الرصيف كده قدام الفندق بص يعني أربع ست 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 كاراتين بيد وطبعا ارحل عنا يا أجري كان شعار الصورة اللي حطوها على صدمة كبيرة بتهيلي طبعا ليه بس دول أبطل يعني ده بطل مكسيكي يعني كويس يعني راجل أنجز وعمل بطولة إنك تخسر مبارا طيب يعني ده فريم السهل ما هي تلقاها في تاريخه في كاس العام أن ده على إيد فريق عربي أو أفريقي ده فريم السهل إنك إنت تخسر مباراة سهل جداً وإنك تكسب بطولة هو ده اللي صعب إنك إنت تخسر مباراة ده سهل جداً إنك إنت ترشي إعداداتك السفر الشكل اللي بيحصل اليومين دول مواكب ليه البلعة الأجواء ولا مش مواكب هو جاي من جو شكله عامل زي حار على حار ولا برد جاية ما بيتأقلمش لسه إنما هو الحقيقة إن كان فيه 11 راجل في الملعب في أول في الملعب بيجروا ووسكين في نفسهم وبيستلموا كرة مشاهبين الموقف وهم اللي راحين عاديين يعملوا كونتراتك ويروحوا بسرعة وعاديين يجيبوا بوايا لأ، هقولك على حاجة المدرب باللعيبة بالمؤسسة كلها عشر على عشر الإعداد ده النفسي ده بالظروف اللي أنت بتوكل فيها دي كله العلامة الكاملة الهدف اللي راح اتميدك إداتك ثقة جميلة جداً أنت موجود في الملعب وتحزن أكتر إنها بتروح لأن في البطولات دي مع بالميرس مش عايزين أتروح بعد كده بس عرفت إنك إنت بتروح للتمنتاشر تروح على الناحية الثانية مستحضر اللعب بتاعك العادي في ميكس يعني ميرج كده بين الولاد الزغارين مع الولاد الخبرة عاملة حالة ارتكاز وحالها كويسة مطمينين يعني عارف إنه إحساس دقيقني جداً مبارح يعني أنا بقول دايماً إنه والله كابتن شديف مش قدام الكاميرا بس أنا بقول الكلام ده على طول إنه أي فريق بيمث البلدي أي فريق مصري بيرعى في أي بطولة خارجية أنا ببقى بشجعه وبقى في ظهره بيضيقني جداً وبيقلمني جداً لما الأهل يبقى بيمثل مصر وبيمثل أفريقيا بطول كاس عالم وحاس إن في ناس متربسة وناس مترصدة وناس مستنية إنه الأهل يقع وحيفضلوا مستنيينك في الماتش الجاي كمان وحيفضلوا أدم دي طبيعة بشر والإنجازات اللي أنت بتعملها وربنا بيقف معك فيها لعشان أنت في طريقك سليم بتبص لنفسك بس ما تبصش لحد مش وقت بالك خلال ما تعودنا على كل اللي أنت بتقوله هل هناك ناس رابطت قبل صفر البعثة بين عدم ترقص كابتن محمود الخطيب للبعثة وصفر الأهلي بدون نص فرقيته للبطولة قالت لك إنه يعني رجل كابتن محمود الخطيب استحالة يفوت حادث زي ده كابتن حسن حمدي موجود كيمة وقامة وكل من يعمل في المؤسسة كان موجود ليه الحالة التسويقية الحالة الوجودية لرفع إسم ناد الأهلي في الوطن العربي وفي العالم كله فكل دعش كده رابطين بكرمك يعني شاف شغله الرجل ويشوف حياته وعلى طول عنده يعني مصر موسماني مواكب مع المؤسسة الشكل اللي هو يخليك دائما تكسب طيب أخذ رأيك في الأهلي بالميراس مباراة شايف هزاي وخصوصا إنه الفرقتين مش جداد على بعض بالعكس يمكن بالميراس يبقى بشارك السندي وهو جازز على سنانه شوية لأنه السنة اللي فاتت الأهلي طبعا يعني خسروا وخصا رجعوا كده بهزيمة سقيلة ما كانتش برضو من المتوقع ناس شافت إنجاز عظيم للأهلي بطل أفريقي على حسب بطل أمريكا الجنوبية فاستندي الدوافع مختلفة والدوافع كمان مش ثلاث ورابع انت سافق كنت لعب ثلاث ورابع لا الدوافع المراضي أو الهدف المراضي لك توصل بمباراة نهائية أول وداني بص حولك على حاجة هم من نفس الشكل بيلعبوا زيك يعني هم بيحضروا كتير من تحت وبيحاولوا يبقى عندهم سرعات وأطراف وعندهم سنتر فيروت كويس أوي وعندهم تحركات بس مش زي مونتيري مونتيري عنده سرعة وعنده بيعرفوا يوفوا على كروتهم في ناحية منطقة جزاك ويستلموا وعندهم شخصية ما بيخافوش وعندهم أطراف أسرع وعندهم لعيبة كلها أصغر في السن من بلميرس بلميرس عندهم الهدوء في الأول مش السرعات اللي هي بتاع باير ميونيخ ولا مونتيري فأنت هتبقى بتلعب في فرقة بتلعب بنفس أسلوبك أنت أنك أنت بتاخد الكرة وبتحضر وبتشوف التحركات شكلها عاملت إزاي فمش الفريق الما حيفاجأك بالسرعات الجامدة وكأنما حيبقى واخد الدرس بتاع السنة اللي فاتت وحيبقى واخد الدرس المونتيري فأنت كمان مش هتحضر له أكتر من شخصية البطل اللي هي طول ما أنت بدنياً وقف على رجلك في الملعب أنت بتواكب كل حاجة إحنا لا ينقصنا غير الباص السليم لا ينقصنا غير اثنين ثلاثة من اللي موجودين في المنتخب يرجعون لنا كمان هتبقى فينا على رجلين أكتر يعني متسخية العمر السرولية موجود ومحمد فاتحي مع ديانج في نص ملعب ومع أفشة وعبد المنعم وراء برضو وعبد المنعم جراجع لك وإن شاء الله محمد شريف وإن شاء الله يكون الشيناوي فتاة أربعة أيام دول أعتقد كل يوم بيعدي بيبقى الشيناوي كويس علي لطفي دايماً كلهم كويسين بقول الله ده من شوبر الحمزة علي لطفي كلهم إحنا عشان بنشوفهم في التمرين وعشان عايشين معاهم وكلام دول وحوش في النافتاة عايزين السقم وبعدين الفرعة ما تبقى كويسة متنخب مصر أو النادي العلي حارس الماربة بروح عليه كم كورة ثلاث كورة أربعة كورة مش أكتر مبقاش فيه أكتر من كده النهاردة أبو الجبل هيروح عليه ثلاثة أربعة كورة والمتوقع لنهجوم السنغال نهجش في مصر والسنغال وبممناسبة أنا فرحان قوي كمان بالحالة اللي عملها المنتخب يعني بقى لي سنين طويلة جداً بصرف النظر عن البطول احنا يعني أنا مكلمش على التتويج من عدمه طبعاً نفسي المنتخب يتوج النهاردة ونفسي النجمة التمنى ونزود الرقم القياسي لكن أنا بجد عايز المصريين يعني نفسي أكتر المصريين يفرحوا النهاردة بالروح اللي احنا بنتفرج مع الفرقة فرقة ما عندهاش أي شكل فني غير الجري والتقطيع على بعض والروق والزحلقة ونسينا ويلاعبوا مين انت لو تفصص فرقة سنغال والكاميرون والمغرب ونجدونه محترفين في أكبر أنديه في العالم من باير ميونيخ لبريس سانجر مع ليفربول وآيكس وليفربول وإنتر عندك شوية لعيبة وانت كنت عامل إحصائية النهاردة على الكاميرا ونشوف كم لعيب فيها بره وفي تركيا وفي ألمانيا يعني اللاعب المصري لو استطاع أن يكون في جوه مناسب ونفس الإمكانيات اللي بياخدها أي منتخب تاني أو أي فرقة تانية إحنا تحت ظروف ما أنا عمري في حياتي ما حصلت لي لا في النادي الأهلي ولا مع المنتخب هذه الظروف وإنك أنت بتنجز الإنجاز أو بتوصل لنهائي في أفريقيا والنهاردة بتوصل لسيمي فاينال في كاس عالم أندية فده واضح إن السياسة المتبعة اللي هي سياسة اسم البلد لازم يكون موجود اسم النادي لازم مرفوع اسم البلد أولاً واسم النادي فاللعيبة دي خلت على العطيقة هذا الكفاح هذا الشكل اللي موجود في الملعب يعني ما هتقولي النهاردة إمام عشور ساديو ماني ولد أنا متأكد يعني أنا متأكد إن إمام ده حيمسك ساديو ماني مش هيتبقى الحكاية سهلة وده جنبه جنين ده حاجة جمدة جداً لعيب بتاع الجنب ساديو ساديو بيرجع لوراه وبيعتمد عليه وبيطلع هو القدام ويعمل له الباص اللي هو بيخش بيه من ناحية الشمال فأنت عندك النهاردة أشكال كتير قوي بتلعب محترفين جمدة جداً عشان كده أنا نفسي مصر جيب جولف الأول نفسي مصر يكون لها سابق التهديف ما تبقاش هي اللي بترجع للمباراة نفسي مصر تلعب على إنها تخلص ماتش في تسعين دقيقة نفسي مصر تستحضر ماتش كودوفور تفكوتش كودوفور روحت للماتش ست سبع مرات أنا كنت بقول إنه يعني لو ربنا كتاب لنا التتويج النهاردة هتبقى بتحياء لي يعني مش بسهولة يعني أنا شفت ما أنا فاهم طبعاً طبعاً ماتش صعب بكل مخيز بس أنا أنا شفت ستة وتمانين يعني كنت صعير بس شفتها تفرجت عليها شفت تمانية وتسعين طبعاً بوركينا فاسو كابتن جوهري شفت طبعاً ستة وتمانية وعشر ما شفتش أكيد سبعة وخمسين وتتعة وخمسين فالبطولات دي كلها ما شفتش مشوار صعب زي مشوار المنتخف البطولة دي يعني أنت من الستاشر قابلت كودوفور التمانية قابلت المغرب قابل النهاية دولار 4 قابلت الكاميرون صاحب الأرض والجمهور وفاينال قابلت سينغال مش فاكر مشوار للمنتخف البطولة أفريقيا فوزنا بها في عشر قابلت غانا في عشر قابلت غانا في الفاينال قابليه كاميرون وقابله كودوفور لكن المشوار نفسه كنت بتقابل ساعات مش عارف بوركينا فاسو تقابل مش عارف نايجر تقابل فاهم قصدي ما شفتش مشوار صعب كاتهاء دي أصعب بطولة المنتخب اللاعب ده أزهى عصر كان لكرة في نادي الأهلي وفي منتخب مصر لقوع 2006 و2010 وكان على طول النادي الأهلي في كاس عام الانديه يعني وحقق في 2006 أول مركز في كاس العام الانديه لو تفتكر فده تيم كان معمول كده يعني أيام ما بورشلونة كان بيلعب بيئته وميسي وفرقة كان منشستر رونايتو كان معا رونالدو وكانوا فرقة بيتحقق ريال مدريد بنفس الشكل اللي موجود كان بكل اللعيبة اللي كانت فيها على رسوم كاميرا رونالدو وبنزيمة فرقة بيبقى فيها كيان فيها لعيبة فيها بيز فيها أعمدة كبيرة أو تخليك تبقى في مناصة التتويج فتلاقي ريال مدريد بتاخد بطولة أوروبا كذا سنة ومتاخدش بطولة ريال أسماني أسماني التفوق المحلي يبقى البرشلونة إنما فيه بتبقى عندك عوامل وأعمدة في الفرق وأسماء الحقيقة بتخليك على المنصة يعني أنا مبهور بأداء إليوت جيانج دايماً أتمنى في أي حتة لانما اتفرج على فريق نادي الآلي هايبقى يشوف الموجود هايبقى يشوف علي معلول كويس؟ هايبقى يشوف السلية في الشكل في الشكل ده هايبقى يشوف فتح مع نفسه في الملعب كله بالروح دي ممنوع حد يجي علينا ممنوحة كرة تتقطع مني يعني أحب يشوف ده النهاردة الروح اللي هي موجودة دي مع متخب مصر فالاتنين بيوصلوا البعض الأندية هي اللي بتوصل للمتخبات فعدم مصر كروش إنه هو يكمل الشكل اللي كان بيكمل بيه حسن شحات 2006 أو 2010 أو 2010 وياخد كامل لعيبة اللي هي أحسن لعيبة أكيد هيعملها إن شاء الله في مبارس السنغال اللي هي في السنغال تختلف إيه عن المغرب وكوديفور وكاميرون كورتهم عالية محترفينهم أقوى أقوى من ثلاثة من وجهة نظرك أقوى السنغال أقوى من كاميرون والمغرب وكوديفور بص لا يا فل الحديد معناها ما عملتش بطولة عظيمة أو أي اللي خليك تتكلم الجزائر والسنغال وطبعا مصر دلوقتي على التتويج دول فرق شخصية بطل هو قبل البطولة ما كان في مصر قالوا مين حيوصل قالوا السنغال وأي حد إن شاء الله مصر وكاميرا جزائر كان فرق ويصى عشان كناك بصراحة ما كانش في حد متوقع أنه مصر توصل فاين سندي بعد مطش نيجيريا وبعد الأداء في السودان وغينيا استحالة خلال أنا كتبت تويتر كذا لو كان القادم أفضل برضو إحنا مش لا نستطيع عملت تويتر كتبتها بعد مطش نيجيريا وأنا من نوع اللي دايما بدي أعذار للفرقة بتاعتي إلجا والرطوبة ومش عارف إيه ولا إحنا عندنا أحسن بس هو ما كانش مأهلني ببعض اللعيب اللي لو تاخدوا معاه والطريقة والاختراعات اللي كان بيعملها في الواقشات آآ وكان بيع وقتين ساعات سيد مدرب بيتوسم في اللعيب إن دي هو حاجة معينة فبتحصل اللعيب جاي من إصابة مش خيانة اللعيب ليه في المنعب لا اللعيب مش قادر الميكانيزم اللي هو عايز نفسه فيه إن يعمل حالة هجومية جنب محمد صلاح إنه مصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش يبقوا في كمة الأداء ويصلحوا لبعض وفيه حد يجي زي السلاي من وراء يعمل تدعيم والباكرايت بتاعنا اللي هوت وقف عمر كمال عمر كمال فأنا دائما بسحف مع مخي إن اللعيبة دي عندها عندها بس تدي في الملعب بس هو اليوم ده بدنيا مش 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 جاية اليوم ده مش متعود على تريزيجيه في نص الملعب مع مرموش ناحية الشمال لو قلبنا الحكاية ممكن هي بتبقى شكل اللي المدرب بيطمع فيه ولكن الظروف ما تساعدوش لأنك ده بتلعب إمكانيات برضو قدامك كانت مستهلة فرية نيجيريا فكانت السرعات لنيجيريا وكان شكل إنهم يشوفوا المرمى ونوصولوا المرمى كان أكتر منك في المباراة لا تتوقعش يبقى فيه تعديلات أو تغييرات النهاردة خصوصا مع غيابات مؤثرة جدا يعني الشيناوي غايب حجازي غايب أكرم توفيق غايب عمر كمال كمان هيعمل بطولة هايلة الولد يعني هايل عمر كمال في البطولة دي هيغيب النهاردة عشان إنذرينه هو إمام عشوري يستطيع إنه هو بسنه ده وبأداءه هو العيب عن سكف نفسه جمده جدا هو إيه قصة المناسبة أنا كنت بسأل السؤال ده لازم أسأله لك إيه قصة الباك اليمين والباك الشمال في مصر يعسيبك من اختيارات الراكل النهاردة الاثنين الأساسيين في منتخب مصر أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد أساساً الاثنين مش باك يمين يعني مركزهم الأساسي مش باك يمين على الشمال أنت مزرعتش في مصر الباك رايت خلعت محمد هاني من الرؤية كويس فأصبح المكان ده فاضي هو أكرم باك رايت كويس هو عمر كمال باك رايت عمر كمال باك رايت لدرجة أنه لما حصلوا شورتج وحصلوا تقصير بقعت عايز ياخد محمد هاني بقص في تركيبة حصلت في المنتخب بطريق حامد بمحمد هاني بأحمد رفعت بناس كانت ممكن تبقى موجودة بتخليك أنت كمدير فاني مستريح نفسياً لأي حاجات بتحصل لأي تغيرات بتحصل لأي تغيرات بتحصل في أول ظهور ليه في المنطقة دي والشكل ده وتظلمه انت شفت هنا بقى عامل ازاي في منطقته اللي هو بيلعب فيها حتته اللي بيلعب فيها يعني انت قدته في حتة في الجحيم رميته في البحر وقلت له على أسرع واحد في البطولة اللي هو الوينج ليفت كمان هو مش عدلته على طول بيخش الجوة يعني مش انما اللعيبة بعت مع نفسها وعملوا كده وراجعوا بعد قالوا الله وفي ايه احنا احنا فرقة احنا لعيبة عندنا كتر من كده عندنا محمد صلاح يعني مش عارفين اللعبه مش عارفين اللعب له الكورة ويؤخذ على محمد صلاح انه هنا مش زي هنا الملاعب مش متضبطة مثلا انما لما تبقى اللعبه كلها كويسة اكيد صلاح هيتحرك اكيد محمد محمد ده لو جات له عارضية سريمة عيقش ويحاول يعمل اكيد مرموش ده زي ما عمل في كود دوفارد دخل لجوة وشاط ويجات في العارضة كانت موجوده بجول زي المباراة اللي جاب لنا فيها جول هنا في مصر فانت عندك الامكانيات اللعيبة المصرية انا بحيث انه هما كواليتي كورة يعني عندهم كورة بس الوقت والتجهيز وانا ياخدوا راحتهم ويروحوا زي اي فرقة بس اي فرقة طبيعية بتيجي تلاعب مثلا مش شايف مشاكل في الافريقيا كلها غير عندنا احنا بس بس بين الدور المجموعات بين التلات مطشاط الاولانيين والتلات مطشاط اللي بعدهم مفيش فرق زمني بالعكس ده فيه تحيز من اتحاد الافريقي وفيه اصابات وغيابات حجازي تلع الشناوي تلع اكرم تلع من اول مطش فبالتالي الظروف اتعقدت عليك اكتر وهو مع ذلك الروح انا بقول دايما منتخب مصر الروح المية وتمانين درجة من مطش للتاني من النيجيريا غينية بساو السودان لعيبة اردم لعيبة لعيبة مع نفسها هبت مصر واسماء لعيبة وكل حاجة ويحسب لكيروش انه بطل يختر علينا يجب يسمع بعد البطولة ان شاء الله ربنا يوفاه النهاردة والاهم اللي جاي حط التلاتة دول جنب التلاتة دول حط ناجيريا غينية السودان وحط كوديفور المغرب الكاميرو ده منتخب وده منتخب تاني تعرف انا عايز نكسابلين شو الله النهاردة طبع عشان الناس وفرحة اللعيبة وفرحة النات كلها الاعلام النهاردة في الشوارع حاجة تفرح يا رب انا بقول يا رب تواكب الجمهور النهاردة الحقيقة كله طاير على الكاميرا توقعوا مثلا بين ثلاثة اربعة تلاف وممكن نوصل خمس تلاف متفرج حوالي عشو طايرات طلعوا ان شاء الله بإذن الله اللي انا عايز اقولك عليه ان نفسي ياخد البطولة دي كيروش عشان يعرف قيمة الفريق اللي هو مسكو يعرف قيمة مصر اسمه مصر هو بيشوف حاجات دلوقتي واكيد اسفرج على الاهلي كمان بيشوف جماهير وبيشوف احساس هو كان ما يعرفوش انما النهاردة هو مواجبه ده انا شفته نازل بعد ما اضطرد بيجرس برينت مش ميصدق انه كسب مش ميصدق الفرحة اللي هو فيها انه خيال بعيد خالص هو خياله مركز على يمكن هنا امنطلقي انا هروح كاس العالم ان شاء الله واخد واصلح مفاتني نفسي النهاردة الدنيا وكل حاجة تكلل اللعيبة اللي لعبة دي اللعبة دي ما يعني ما اضخرتش اي جهد حقيقي رغم الاصابات اللي حالك تفضلت قلت عليها واللي الناس شايفها انا بتمنى لكل الناس النهاردة انه هما يتواجوا ويرجعوا بالتمنى باذن الله ومش سهل انك توصل فينال يا رب نحافظ عليه باذا وارونا سورة كيروش وده يمكن برضو حاجات من الحاجات الصعبة للمنتخب وجهها تعنت ظلم تحيز عند سميها زي ما تسميها وظهرت قوي في مطش المغرب ومطش الكاميرا طبعا نضاي الحكم السنغالي اللي مش فاهم يعني ازاي يحكم مباراة السنغال ما زالت طرف البطولة بين مصر والمغرب وتحيز بشكل كبير ضد مصر هذه حاجات اللي ربنا نأكرمك عشانها العنصوري دي سورة كارلوس كيروش والمساعد بتاعه بوست حطته على تويتر على صفحته او على عكاون بتاعه على تويتر بيقول رسالة طبعا وكأنه محطوط جوا قفص بتقول لي ده كابتن ضيا اللي هو يفوراهم السورة يمكن مش كابتن ضيا السيد وكارلوس كيروش والمساعد بتاعه كأنهم محبوسين ودي المحاولات اللي انتو عارفين انه تم منعه حتى من دخول غرفة ملابس اللاعبين يعني مش هيتواجد حتى سواء ما قبل المباراة او اثناء المباراة وفي قرارات الحقيقة تعسفية عنصرية يعني سمي لكن واضح قوي انه في تحامل كبير قوي على مصر في البطولة دي عشان كده ربنا بكرمه ربنا بكرمه عشان كده وطول ما انت بتضغط علي وطول ما انت كرة اللي حتشوتها فيها حتيجي في العرضة كرة اللي حتشوتها حتيجي جوة طول ما انت بالجبروت بالقوة اتو بالكاميرو النفسها المبارح يعني ده ربنا نفق في صورتهم عشان يتعدلوا في مطشي زي ده عمل المنتدى رعيبة لغت للناس شوية من الشاتل انهم مش في فاينل يعني انما احنا سنة اللي فاتت في افريقيا ما طلعناش من دول السلتاشر كيروش يلعب النهاردة ازاي يعني تتوقع انه احنا تقريبا لعبين كل المطشاط الصعبة كل مطش بطريقة النهاردة هيبقى جيم مفتوح السنغال هتهاجم احنا نلعب على المتدى يبقى فيه توازن هجمة هنا هجمة هنا هاخد من كلامك ده توازن لعيبة تعمل حال التوازن انا عمري ما بعترف بدور المدير الفني الا بعد الشوت التاني ككوتش يشوف يدرس الفرق اللي هو بلعبها شكل عام ازاي ولعبته وقفة فين وازاي ده انا بعترف بالكوتش هنا انما قبل المباراة وانه يديني المحاضرة اللي هي بس انت بتقرأ برضو الزاكرة كابتن شريفي الفرق اللي انت هتلعبها هتتفرج على مرشات سنغال في البطولة هتعرف طريقتهم هتعرف بصادق بطولتهم هتعرف فين مربط الفرس اللي يازم يقف ما عندوش فرايتي كتير ما عندوش في الباك رات 2-3 ما عندوش في الباك ليفت 2-3 ما عندوش في نص الملعب 5-6 ما عندوش في الفروت اللي هو اطلع مصفى محمد ونازل محمد شريف يعني انا ابتدي بمحمد شريف كويس انا عايزك تعجل رسالة للشريف لا شريف شريف لا وشريف عارف ان المطش ده كان لازم يروح لضربات الجزاء والراجل قاعد يدور في الملعب مين اللي حيشوت وكده فراح قالك انا بعد كده هتفاهم مع شريف ده مدرب غير لعيب مش اللي سوء هو شريف اللي لسه عمل حاجة لا بس انا فاهم ورد فعل شريف كان رائع بصراحة بصراحة الجميع فوق مصلحة الشخص لكن برضو في رسالة يعني هو الولد الحقيقي ممكن يبقى بينه وبين نفسه اخي ما تعرفش يمكن شريف هو اللي يكسبك النهاردة اللي حصل ده هيخلي شريف ينزل يكسر الدنيا ويجيب هو الجول يعني ما تعرفش الدنيا الخير فيه الكرة اللي راح بيها رمضان والعبها بالعرض لو كان شريف موجود كان جابها مش كده يمكن يجابها النهاردة يا مسهد كلنا بنسك في ربنا ان احنا ما بيفوتناش خير اللي ازا كان ربنا مقدره لنا فاللعاب هتلعب بنفس الروح اللعاب هي صاحبة تكرر في الملعب اللعاب هي اللي هتموت نفسها اللعاب هي اللي عارفة ان ده فاينال مفيش بقى أحاسب على نفسي انا شخص قدام شخص انا حاولك على حاجة زمان كنا بنلعب في بطولة افريقيا دي وكان عندنا باك اسمه حمدي جمعة كان بيلعب على احسن جناح في افريقيا اسم يوسف فوفانا ففوفانا طبعا اسمع عنه جدد يوسف فوفانا ده كان يخش زي جالينشة كده وروح طاير حمدي جمعة ده ملمسوش الكرة وحمدي جمعة اتعور وراح وقف قدام وكرة تلعبت خبطت فيه وعملها بدماجه وجاب جول كمان بص اللعيب لما بيبقى عايز يعمل حاجة بيعمل استحالة انش هتقدر تعمله اي حاجة غير امكانياته انه يحطها بس في الملح بين مواجهة مصر والسنغال في مواجهة مقدرش ما تكلمش عنها سريعا معك صلاح مانيه والحقيقة كمان شايف انه النهاردة بالذات يعني صلاح يعني هيكون لي دور مهم جدا جدا خاطت على عينه اول بطولة هو ايل حتى بالمناسبة تصريحاته كان بيتكلم بيقول انه احساسي وانا بحق دولي الابطال مع ليفر بول وبحق الدولي الانجليزي وحتى البطولات اللي فست بيها مع سويسرا كان احساس يعني عظيم جدا بس انا نفسي احس ان انا بحق بطولة مع بلدي فالنهاردة وفكرة انه بيلعب على فكرة انه يحقق لقب الافضل في العالم تهالي صلاح النهاردة كمان عنده اكسترا موتيفاشن او ده يفع اكتر شوية الحقيقة هو الاتنين بيلعبوا ناحية بعض واتنين لعبة ممتازين يعني ممكن يبقى عمانية بيدافع مع صلاح وصلاح بيدافع عمانية اول حاجة الاحتفاظ بأحسن لعب في افريقيا ده اول حاجة تاني حاجة البالندور اللي هو فعلا كتب له حاجة في كاس اوروبا السنة دي وكاس افريقيا خلاص صلاح يبقى استياف تاني في شكل تاني اللي ان اقرب لعيب حيبقى معايا بعد كده انك تصنفه حيبقى اللعيب الهولندي هال هو هالر هالر مهاجم افتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده اش هتلاقي لونوفيسكي ولا هتلاقي ميسي ولا هتلاقي كريستيانو خلاص يعني هالن ده هو ده اللي انا بتفرج عليه ده البروميسينج او الفيوتشير تايم بتاعه بس المنتالتي المهم انه يحافظ انه يبقى موجود في فرقة حقق له زي ما محمد صلاح بيحقق مع ليفربول انجازات وكده محمد صلاح ماشي في انجلترا الحمد لله مازال هو هو هدف البطولة مثال هو الكل الناس بسنتاجه اعلى سعر في فرقة ليفربول فهندقوا هدف كتير جدا صلاح صلاح ما بيلعبش بقى على هدف ده غير على اسمه مصر فرحتك يا صلاح وانت داخل كاس العالم في المرة فاتت في اخر نسخة وانت اللي جبت بجولين هو ده اللي النهاردة انا عايز اكتبلك يا صلاح النهاردة انا عايزك تخلص المطش بدري لان عندي درس وعايز اخلص دي اللوحة قالوا صلاح هتجول بقى عشان انا عندي درس وعايز اروح انام دي اللوحة اللي انا شفتها في برج العرب في كاس العالم اللي فاتت فبتمناها منه النهاردة وبتمناها من العيبة كلها بتمنها للمصطفى محمد بتمنها لكل المصريين كلهم النهاردة ان محمد صلاح يتوج النهاردة بكاس أفرق ضيف على فرحة المصريين وضيف على النجمة التمنى وضيف على التتويق ببطولة أفريقيا النهاردة كمان انك هتواجه النهاردة خصمك في تصفيات كاس العالم وبالتالي اعتقد فوزنا النهاردة يبقى ليه مكسب اضافي ان يكسر الحجز النفسي في فكرة قدرتنا على التأهل للمونديال امام خصم محترم وخصم عنيد وخصم قوي هو السنغال بإذن الله بإذن الله بتمنى ان شاء الله وانا بقابل حضراتكم بكرة على شاشة الالف سادسة بقابلكم واحنا فرحانين واحنا بنحتفل بفوزنا وفي جميع الاحوال راضيين ومبسوطين جدا جدا عن رجالتنا وعن أبطالنا الحقيقة اللي قدموا عروض مشرفة في بطولة افريقيا ونتمنى ان الكيرف دايما يبقى في تصاعد مستمر نورت الدنيا كنتم شريف نسعد بيك دايما ولقت بيجري معك بسرعة شرفتنا ومبروك مرة تانية نبارك لبعض بإذن الله بالليل نبارك لبعض يوم الاربع بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله نورت الدنيا كابتن شريف بشكر حضرتكم على المتابعة ونتقبل على كل خير على الشاشة الأهلي تحياتي لكم